السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم والتحية لسماعة الشيخ أسر الحبيب طبعا أنا سني وأنا عندي تعقيب على الجلسة البحثية عشان عمر بن الخطاب الشيخ يقول أن عمر ليس عادل أنه ظالم وقال فيه الذي قال أنا أريد أن أتكلم نقطة هي كأني شخص مسلم حيادي لم يذكر لنا التاريخ سيوع عادل عمر هذا الذي معروف عند العدو والصديق وأيضا هناك في الحديث الشريف أن أفضل الجهاد كلمة حقا عند سلطان جائر وفي حديث آخر أن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر إلى سلطان جائر فأمره ونهاه وقتله فلم يذكر لنا التاريخ أي أن أين لم يذكر لنا التاريخ أن شخصا قام إلى عمر ونهره أو أنكر عليه بالعكس الذي موجود أنه مآثر وعادل عمر سوى تلك قصة المرأة التي قالت له التي قالت عن عمر ونزل من المنبر واعتذى منها فقط أما لا يوجد شخص صحابي أو مسلم أنكر على عمر ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أخي الكريم تفضلوا شيخنا شكرا لكم وشكرا للأخ سائل الكريم أولا يا أخي أنا لا ألومك لا ألومك على أنك تطلق الكلام هكذا وتقول لم يحدث التاريخ سوى بعدل عمر وتأتي ببعض تلك الحكاية التي هي مستقرة في الأذهان مع الأسف عن عدله المزعوم والتي هي بالمناسبة كلها أحاديث وحكاية باطلة أشبه بحكاية ألف وليلة وليلة وحكاية العجائز يعني مثل حكاية أن الهرمزان رأى عمر نائما لوحده بلا حرس فقال عدلت فأمنت فنمت أنا لا ألومك لماذا لأنك مع الأسف يعني واحد من هؤلاء الذين خدعوا منذ الصغر يعني أنت من عامة المسلمين الذين يربون منذ الصغر في المدارس وتحت المنابر منابر خطب الجمعة ومشاكل والدروس الشرعية والآن أيضا عصر الفضائيات ومسلسلات أيضا يسوي المسلسل عن عمر كذلك لا يبرزون فيه الحقائق في كل ذلك لا يبرزون الحقائق لذلك تنصدم أنت لما تسمع منها ما يناقض هذا المركوز في ذهنك وهو أنه التاريخ لم يحدث سوى بعدل عمر هذه كلمة الأخي السائل يقول التاريخ لم يحدث سوى بعدل عمر مع أنه يا أخي تصحيحا لهذه المعلومة أقول كذبوا عليك ضحكوا عليك التاريخ طافح طافح بالأدلة والأحاديث التي حدثت بظلم عمر وطغيان عمر لكن كيف تتبين لكم كل هذه الحقائق مع كل هذا الجو المسموم من التعتيم الإعلامي وخنق صوت الحق والحقيقة والتلقين المستمر لأجيال المسلمين بالأكاذيب والمنسوجات والموضوعات عن العدالة المزعومة لعمر بن الخطاب ماذا نفعل هذا صوتنا يبدو كما ترى في الساحة العامة الإسلامية الصوت المعارض الوحيد الفريد الذي يحاول شق هذا الجدار هذا الجدار المحكم المضروب على الحق والحقيقة هم لا يرتاحون الكهنة مشايخ الطائفة البكرية لا يرتاحون حينما نحن نبرز هذه الحقائق ونكشف للناس أن عمر بن الخطاب ظالم والتاريخ حدث بظلمه وفي أهم المصادر التي تعترف بها الطائفة البكرية نفسها التاريخ لم يذكر لنا سوى عدل عمر عجيب إذن ماذا نفعل مع هذا التاريخ هذا الذي سطره إمام أهل الخلاف ابن قتيبة الدينوري في كتابه الشهير الإمامة والسياسة في المجلد الأول الصفحة التاسع عشرة يقول إن أبا بكر رضي الله عنه لعنه الله تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة فقال وإن إلى أن يقول ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة تقول لي التاريخ لم يحدث سوى بعدل عمر إذن ماذا نفعل مع شكاية وشكوى بنت رسول الله سيدة نساء العالمين سيدة الجنة فاطمة الزهراء عليه السلام ما معنى أنك تسمع في التاريخ أنها عليه السلام كانت تشكو من عمر لأبيها تقول يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب هل لقيت منه عدلا أم ظلما إذا كان عدلا كيف تشكو منه فلابد أن يكون ظلما هذه صرخة الزهراء صرخة تظلم تقول لك ولكل مسلم ولكل مسلمة تقول أنا مظلومة من ابن الخطاب وابن أبي قحاف وتأتي أنت وتقول لي التاريخ لم يحدث سوى بعدل عمر فما هذا التاريخ إذن وهذا ليس مصدرا شيعيا ننتبه ولا مؤلفه إمام شيعي هذا إمام بكري المعروف أعلم ما الذي سيجيبك به الكهنة من الآن أدري أنك الآن أنت متفاجئ أول مرة تسمع هذا الكلام صح أول مرة لا قصة المرأة تلك ما عمر قالت له كذا وكذا وأجابها بكذا وكذا فعندكم أن عمر عادل مطلق يعني مثال العدل قيمة العليا للعدل فأول مرة تسمع أنه فاطمة الزهراء عليه السلام فضعته رسول الله صلى الله عليه وآله تشكو ظلم عمر وصاحبه أبا بكر لهذه مسألة تحتاج إلى مراجعة فرح تتصل على واحد من هؤلاء الكهنة يا شيخ فلان الشيعة الروافض جاءوني بهذه الرواية يقول لك لا لا رواية مكذوبة على طول رواها ذكرها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة لا 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 أصلا الكتاب كله الكتاب كله مكذوب على ابن قتيبة أرأيك من الآخر أعلم أنهم سيجيبونك بهذا ولكن انتبه أخي حتى لو كذبوا بهذه الرواية وكذبوا بالكتاب ونفوا أصلا وجود مؤلف لهذا الكتاب حتى ابن قتيبة قالوا ما ولد أصلا ما أنجبته أرحام النساء تمام حتى لو فعلوا كل هذا لا يحق لك أن تقول لم يحدث التاريخ سوى بعدل عمر هذا تاريخ المهم حدث هناك في التاريخ أحاديث تتكلم عن ظلم عمر أنت لا يحق لك أن ترسل الكلام هكذا وتطلقه هكذا تقول لا التاريخ لم يحدث سوى بعدل عمر أما مسألة إثبات هذه الأحاديث وأنها صحيحة أم ليست بصحيحة معتبرة يمكن الاعتماد عليها أم لا هذه مسألة أخرى فاسحب كلامك الأول نتفق على هذا للإنصاف ثم نأتيك ونقول لا بأس تريد الأحاديث الصحيحة الأحاديث التي لا يسع أحدا ردها من الطائفة البكرية تفضل أنا أعطيك شاهدا آخر على ظلم عمر بن الخطاب من صحيح مسلم برقم 1757 حديث طويل فيه أن عمر تكلم مع علي بن أبي طالب عليهما السلام والعباس بن عبد المطلب فقال وهو يصف نفسه في نظرهما يقول فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا هذه كلها صفاته العادل أم صفاته الظالم ويقول أيضا مقررا على لسانهما أنهما يريان أبا بكر بنفس هذه النظرة يقول فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا زين تريد لفظا آخر وأيضا بسند صحيح ارجع إلى تاريخ المدينة تاريخ المدينة لابن شبة بسند صحيح برقم 526 يقول وأقبل على علي والعباس رضي الله عنهما هذا المقبل من؟ عمر أقبل عليهما في تلك المنازعة قال تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجر والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه لعنه الله فقلت أنا أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وبأبي بكر فقبضتها سنتين أو سنين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله وبمثل ما عمل فيها أبا بكر وأقبل على علي والعباس ماذا قال لهما؟ فتزعمان أني فيها ظالم فاجر والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق يدافع عن الناس علي والعباس ما قال له حاشاك؟ لا لا نحن لا نراك ظالما فاجر ما رد كلامه فهل تقول إن عمر كان متجنيا على علي والعباس؟ أم كان صادقا بارا راشدا تابعا للحق؟ لما اتهمهما بأنهما يتهمانه بأنه ظالم فاجر لابد أن عمر صدق هنا بأمارة أنهما ما رد كلامه أبدا ولا قالوا لا لا أبدا حاشاك أنت خليفتنا وأنت الفاروق وأنت كذا وكذا والله ينزل الآيات على لسانك من لفظ لسانك ومنها إلى كاذب أنت مبشر في الجنة وأنت 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 العدل أنت العادل المطلق يعني عدلت فأمنت فنمت ومنك لهذا الكلام ما قالوا إذن معنى ذلك أن علي عليه السلام والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بالفعل يرياني أبا بكر وعمر كل واحد منهما ظالم فاجر فكيف تقول إن التاريخ لم يحدثنا سوى بعدل عمر فماذا نفعل مع هذا إذن كيف يجتمع التاريخ لم يحدثنا سوى بعدل عمر مع أن التاريخ في صحيح مسلم بتاريخ المدينة بالسند الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا خدش فيه حدثنا بأنه ظالم على لسان علي بن أبي طالب عليهما السلام على لسان العباس في محضرهما وما أنكرى زين تريد من صحيح البخاري آية أخرى على ظلم عمر بن الخطاب والشهادة عليه بالظلم وأنه ظالم اقرأ في صحيح البخاري برقم ستة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعين رواية عن عبد الله بن عباس يذكر فيها دخول عيينة بن حسين أو حصن على عمر هذا واحد ممن أدرك النبوة رأى رسول الله صلى الله عليه وآله جاء دخل على عمر فماذا قال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل يعني ظالم فغضب عمر حتى هم بأن يقع به يريد يبطش به يعني لأنه ما كان يتحمل النقد عمر أبدا رسول الله الذي هو سيد الأنبياء سيد الخلائق كانوا يأتون يتطاولون عليه وأحدهم عمر تطاول عليه النبي ما هم بهم كان حليمة أما عمر شايف نفسه يعني أنا منزه عن النقد أنا محصن ما حد ينتقدني ما حد يقول عني أنني لم أعدل وأنني ظالم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقيلت له عين هذه الكلمة قيل له يا محمد ما لك لا تعدل مجرد النبي صلى الله عليه وآله اكتفى بقوله لذلك الرجل ويلك إن لم أعدل أنا فمن ذا يعدل أما ما هم به ما غضب وهم حتى أن يقع به مثل ما فعل عمر عمر باطش ديكتاتور على يتيحال هذا البخاري يحدث بأن التاريخ ورجال التاريخ والمعاصرين لعمر بن الخطاب شهدوا عليه بالظلم فكيف تزعم أن التاريخ لم يحدثنا سوى بعدل عمر زين تريد أكثر يعني أفتح الباب الآن أن آيات ظلم عمر للعباد وماذا فعل بهم تفضل البيهقي في السنن الكبرى يروي الحديث هذا برقم خمسة عشر ألف وسبعمائة وأربعة يقول أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر حدثنا أبو العباسي محمد بن يعقوب إلى آخر سنده عن مكحول أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كما يقول دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه هذا عبادة ابن الصامت شاف لواحد نبطي قال له تعال لأنه كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم أعلى من النبط أو من الأنباط أنهم عبيد عندهم وهذا يعتبر نفسه عربي يعني وكذا فقال له تعال امسك الدابة لحد ما أنا أدخل إلى هذا مسجد الصخرة ما دي شون أصلي أسوي أسوي أطلع تمام زين فأبى فأبى الرجل قال لا ما سوى أنا لا عبدك أنا ولا أشتغل عندك ولا عند أبوك فأبى فماذا فعل فشجه جرحه طبرة 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 شجهه أسال دم منه فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطار يعني ذلك الرجل المظلوم الذي لا ذنب له اعتدي عليه حتى أدمي راح قال أذهب إلى الخليفة العادل هذا اللي بالمسلسلات طلعوا لنا يا عادل وأكيد راح ينصفني هذا خليه أروح له أشوف أشوف أذوق عدل عمر يعني أذوق حلاوة عدل عمر خليه أشوف راح لي عمر فقال له قال لي عبادة عمر لا نستدع ذاك قال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ليش هكذا فعلت به فقال يا أمير المؤمنين أمرت ويمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته زين فقال اجلس للقصاص لا خلص أنت ظالم اجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت ذاك تدخل زيد بن ثابت قال له أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي الله عنه لا عنه الله القودة وقضى عليه بالدية طلع على زيد بن ثابت وقال له شلون هذا شون تصرف هذا نبطي هذا عبد هذا هو مو عبد في الحقيقة هو حر بس على ايتيح قال له أتقيد يعني قود يعني قصاص أتقيد عبدك من أخيك هذا أخوك هذا عبادة ابن الصامت شلون هكذا تسمح لهذا العبد القن هذا أنه هو يقتص منه فيشجه أيضا واحدة بواحدة والحرمات وقصاص فعمر كأنه انتبه لا ما يصير أكو طبقية عندنا نحن عندنا عنصرية وطبقية العرب أعلى من جنس النبط فما قبل بالقود أي بالقصاص وقال له أقصى ما هناك تأخذ الدية وخلص هذا عدل أم ظلم هذا على خلاف حكم الله عز وجل وخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وآله حكم الله واضح يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم المسلمون السواسي أكرمكم عند الله أتقاكم فقط وهذا نبط وهذا عربي وهذا أفغاني وهذا هندي وهذا إيراني وهذا أمازيغي وهذا كذا كل الأعراق الإسلام لا يعترف بها في مسائل الحدود في مسائل القصاص في مسائل الحقوق والواجبات الكل سواسية في الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في مسند أحمد يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ألا هل بلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وتتحدث بعد ذلك عن عدل عمر الذي خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله ماذا أخذ وماذا أدع من مظالم عمر بن الخطاب إنه إن مظالمه هذه يعني ارتكابه للظلم كثير لا تسعني جلسة مثل هذه لكي أعددها جميعا لك أما إن أردت الاستزادة يا أخانا الكريم فارجع إلى سلسلة بحثية لنا من أجزاء بعنوان عمر بن الخطاب عادل أم ظالم ارجع إليها متوفرة في الإنترنت استمع إليها حتى يتبدد عندك هذا الوهم الوهم بأن التاريخ ما أكبرها من كلمة تتجاوز على التاريخ كله يعني التاريخ لم يحدث إلا بعدل عمر هذا هذا تاريخ 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 خطب الجمعة هذا تاريخ المسلسلات والأفلام تاريخ ما هذه العرعور والطرطور هذا التاريخ لم يحدث سوى بعدل عمر أما التاريخ التاريخ المصادر كتب التاريخ كتب السنن كتب الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرها وغيرها فطافحة بالحديث عن ظلم عمر أصرح من هذا أن علي عليه السلام وعم النبي صلى الله عليه وآله العباس ابن عبد المطلب يقولون لعمر أنت ظالم فاجر كاذب آثم غادر خائن أصرح من هذا تريد أداك الله وآيان